اكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنى بنت عيسى بن دعي الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أهمية تأهيل الكوادر الوطنية الشابة في مقتبل مسيرتهم المهنية من خلال البرامج التدريبية القيادية التي من شأنها صقل المعارف والمهارات بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية جاء ذلك خلال حفل ختام البرنامج القيادية الشبابي والذي قدمه معهد الإدارة العامة لشركة بوبكو للتكرير أحدى الشركات التابعة إلى بوبكو انيرجيز وأضفت سعادتها أن معهد الإدارة العامة يوصل طرح البرامج القيادية والخدمات التدريبية الرامية إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص وأشارت إلى أن البرنامج تم تصميمه من قبل المعهد خصيصاً للكوادر الوطنية الشابة من فئات الأخصائيين في شركة بوبكو للتكرير بهدف حصولهم على أفضل العوائد المعرفية والعلمية التي تمكنهم من المشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بوبكو للتكرير أن الشراكة الاستراتيجية مع معهد الإدارة العامة في تصميم وتنفيذ البرنامج تأتي تحقيقاً لطموح شركة بوبكو للتكرير في بناء صف ثاني من القيادات الوطنية الشابة ترجمة نانسي قنقر